السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي طالبات الصف السابع اليوم سنتعرف على علامتي الترقيم الشرطة والتنصيص متى يتم وضع الشرطة ومتى يتم وضع علامة التنصيص وما الفرق بينهما الفرق الأول بين علامتي الشرطة والتنصيص هو واضح في رسم العلامة الشرطة كما ترونها هي عبارة عن شرطة صغيرة بينما التنصيص هي قوساني هلاليا متى نضع الشرطة ومتى نضع التنصيص سأقوم بقراءة النص وعلى المسلم إتقان عمله في مختلف ميادين العمل كما أوصان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك نلاحظ أن عند جملة بداية جملة صلى الله عليه وسلم ونهاية الجملة أيضا وضعت الشرطة ماذا نسمي هذه الجملة التي توسطت الشرطة نسمي الجملة هنا الجملة المعترضة ماذا أقصد بالجملة المعترضة الجملة المعترضة هي الجملة التي تتوسط بين أجزاء الجملة المستقلة لتقرير معنى يتعلق بها إذن أسمي جملة صلى الله عليه وسلم هي جملة معترضة وغيرها من الجمل الأخرى مثال رحمه الله بارك الله فيه هداك الله وغيرها من الجمل المعترضة نكمل حتى ينال رضوان الله ويكتسب محبة الناس وثقتهم ويبارك الله له في رزقه ويفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة فقد قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نلاحظ هنا أن علامة الترقيم التي وضعت هي علامة تنصيص لماذا وضعت علامة التنصيص هنا؟ علامة التنصيص وضعت هنا لأن الكلام هو كلام منقول نص حرفي كلام منقول نص حرفي والكلام المنقول هو آية قرآنية كريمة إذن الآيات القرآنية الكريمة لا يتم وضع الشرطة بينهما أي لا تكون في أول الآية شرطة وفي آخر الآية شرطة هذا خاطئ الآيات القرآنية دائما في بداية الجملة علامة تنصيص وتنتهي في بداية الآية علامة تنصيص وفي نهاية الآيات علامة تنصيص عندما ينقل نص حرفي إذن هناك عدة مواضع سأقوم بذكرها سريعا متى أضع الشرطة؟ الشرطة توضع قبل الجملة المعترضة وبعدها مثال كما قلنا صلى الله عليه وسلم أو جملة والحمد لله أو جملة بارك الله فيك هداك الله كرم الله وجهه رضي الله عنه وغيرها من الجمال المعترضة أيضا متى أضع الشرطة؟ أضع الشرطة بين العدد والمعدود سواء كان العدد والمعدود رقما أو لفظا مثال العمل يبعد الإنسان عن ثلاثة أولا شرطة الملل ثانيا شرطة الرذيلة ثالثا شرطة الفقر إذن لماذا وضعت هنا الشرطة ولم أضع التنصيص؟ وضعت الشرطة هنا لأن هناك عدد ومعدود عدد ومعدود سواء كان العدد رقما أو لفظا ذكرت هنا مثال الحواس الخمس هي أولا البصر ثانيا التذوق ثالثا اللمس رابعا الشم خامسا السمع لماذا وضعت الشرطة هنا؟ لأنها جاءت بعد عدد أيضا توضع الشرطة لفصل كلام المتخاطبين في المحاورة عندما يكون هناك شخصين متخاطبين أضع علامة الشرطة التقى أحمد بزيد بعد عودة أحمد من السفر فدار بينهما الحوار الآتي كيف حالك؟ وضعت قبل جملة كيف حالك؟ شرطة بداية حوار فأجاب الآخر الحمد لله وضعت قبل جملة الحمد لله شرطة أيضا هل ستسافر معي؟ وضعت قبل الجملة أيضا شرطة أجاب الآخر نعم وضعت قبل نعم شرطة إذن هنا لماذا وضعت الشرطة في هذه المواضع؟ لأنها فصلت كلام المتخاطبين في المحاورة بينما علامة التنصيص متى أضعوا علامة التنصيص ويطلق عليها علامة الاقتباس؟ لماذا أطلق عليها هذا الاسم؟ لأنها توضع في بداية كلام منقول بنصه الحرفي إذن توضع علامة التنصيص في بداية كلام منقول بنصه الحرفي كالأحاديث النبوية الشريفة كالآيات القرآنية كالأمثال كالحكم وغيرها من الجمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض حديثه عن الضرر لا ضرر ولا ضرر هنا لماذا وضعت علامة التنصيص؟ لأن الجملة هنا هي عبارة عن حديث نبوي شريف والآن سنقوم بالإجابة عن التدريبات الإملائية صفحة 109 نضع علامة الترقيم المناسبة الشرطة أو التنصيص في المربعات الآتية سأضيف هنا على السؤال مع ذكري السبب أي لماذا وضعت الشرطة ولماذا وضعت التنصيص؟ والسبب هنا نأخذه من الإضاءة الإملائية أي من المواضع التي ذكرتها متى نضع الشرطة ومتى نضع التنصيص؟ أولا جاء في الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هنا ما هي العلامة المناسبة لهذه الجملة؟ في بداية الجملة قال الحديث الشريف إذن هنا حديث شريف وبما أنه حديث شريف فإنه كلام منقول بنصه الحرفي إذن ماذا سأضع في هذه الجملة؟ سأضع علامة تنصيص في المربع الأول والمربع الأخير أضع أيضا علامة التنصيص ثانيا كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من كتاب الوحي هنا في بداية جملة كرم الله وجهه مربع وفي نهايتها أيضا مربع ماذا أسمي هذه الجملة؟ أسمي هذه الجملة الجملة المعترضة ما هي العلامة المناسبة للجملة المعترضة؟ العلامة المناسبة هي الشرطة ثالثا تحب الفتاة أباها وتعجب به وقديما قالوا كل فتاة بأبيها معجبة ما هي العلامة المناسبة لهذه الجملة؟ هل هي جملة معترضة؟ لا هي ليست جملة معترضة هي كلام منقول بنصه الحرفي إذن هنا سأضع علامة تنصيص إذن لماذا وضعت هنا علامة تنصيص؟ لأن الكلام منقول بنصه الحرفي رابعا في التأني هداك الله السلامة هذه الجملة ماذا أسمي جملة هداك الله؟ أسمي هذه الجملة هي جملة معترضة ما هي العلامة المناسبة للجملة المعترضة؟ العلامة المناسبة هي الشرطة خامسا الصادق في أقواله وأفعاله ولو كان فقيرا يثق الناس به ويحترمونه ماذا أسمي جملة ولو كان فقيرا؟ أسمي هذه الجملة جملة معترضة فأقول الشرطة سادسا الحزن والفرح يغيران نظرة الإنسان للحياة فقد قال جبران إذا تعظم حزنك أو فرحك صغرت الدنيا في عينيك ما هذه الجملة أو منع هذه الجملة؟ أقول أن هذه الجملة هي كلام منقول بنصه الحرفي عن جبران فإذا سأضع علامة الترقيم وهي علامة التنصيص علامة التنصيص إلى هنا يكون قد انتهى الدرس زميلاتي طالباتي دمتنا بخير